كان ليو كورتس رجلاً مغامرة تسلق الجبال واخترق الصحاري واستكشف الأدغال ومع ذلك كان للمحيط صحر خاص بالنسبة له أعماقه الشاسعة والغامضة تجذبه كصوت سفارات الإنذار كان ليو يتوقع لكشف الأسرار المخفية تحت الأمواج لاستكشاف الحدود النهائية للأرض كان يحلم باكتشاف حياة جديدة وكنوز غارق وحضارات مفقودة في أحد الأيام في متجر للتحف القديمة في القاهرة عثر ليو على خريطة مهترئة كانت تصور مملكة مخفية بعيدة في أعماق المحيط كانت تلك المملكة هي أطلانتس تحدثت الأساطير عن تقنيتها المتقدمة وسحرها القوي وكلها فقدت في البحر هل يمكن أن تكون هذه الخريطة هي المفتاح للعثور عليها؟ شعر ليو بموجة من الإثارة كانت هذه هي المغامرة التي كان ينتظرها كان ليو يعلم أن الرحلة ستكون محفوفة بالمخاطر فالمحيط عشيقة خطيرة لا يمكن التنبؤ بتقلباتها لكنه لم يكن من الرجال الذين يتراجعون أمام التحدي سيجمع أفضل طاقم ويجهز نفسه بأحدث التقنيات المتاحة كان مسمماً على العثور على أطلانتس حتى لو كان ذلك يعني المخاطر بكل شيء اكتشف ليو أن الخريطة كانت أكثر من مجرد رسم تخطيطي كانت لغزاً أدلتها مخفية في رموز غامضة ولغات قديمة أمضى شهوراً في فك رموز أسرارها مستشير المؤرخين وعلماء الآثار وعلماء المحيطات علم عن قوة أطلانتس الأسطورية واتقانها للطاقة واتصالها بالمحيط نفسه علم عن سقوطها المفاجئ والكارثي وغرقها في الأمواج اكتشف أن الخريطة تتحدث عن سلسلة من التجارب اختبارات للأشخاص الذين يسعون للوصول إلى أطلانتس فقط أولئك الذين يتحلون بالشجاعة والذكاء واحترام المحيط سيعتبرون جديرين بدخول المدينة احتضنوا هذه التحديات لن يكتفي بنهب أطلانتس لأسرارها بل سيقترب منها باحترام ساعياً لفهم مصيرها والتعلم من حكمتها بينما كان ليو يتعمق في ألغاز الخريطة شعر بشعور متزايد بالإلحاح لم يكن وحيداً في سعيه جذبت همسات أطلانتس انتباه الآخرين البعض مدفوعاً بالجشع والبعض الآخر بالقوة كان ليو يعلم أن يجب أن يصل إلى أطلانتس أولاً لحمايتها من أولئك الذين سيستغلون معرفتها لأغراضهم الأنانية استخدم ليو ثروته الكبيرة لإصدار أمر ببناء غواصة فائقة التطور أطلق عليها اسم نوتيلوس برايم تم تجهيزها بأحدث التقنيات بما في ذلك السونار القوي والبدن المدعلم ونظام غوص متطور وكانت مجهزة لمواجهة الضغوط الساحقة وأعماق المحيط القاسية جمع طاقماً من الغواصين والملاحين والمهندسين الخبراء تم اختيار كل واحد منهم لمهاراته ولولائه الراسخ بدأت رحلتهم في المياه الدافئة للبحر الأبيض المتوسط حيث أشارت الخريطة إلى موقع الدليل الأول واجهوا تيارات غادرة وأبحروا عبر غابات عشبية كثيفة مليئة بالحياة وواجهوا مخلوقات عجيبة ومرعبة حبار عملاق بعيون كبيرة وقناديل بحر مضيئة حية تشع ضوءاً غريباً وأسماك قرش بصفوف من الأسنان الحادة من خلال كل التحدي لم يتزعزع عزملي كان يقود بمزيج من الثقة والحذر دائماً يحترم قوة المحيط كان يعلم أن كل غطسة ناجحة وكل عقبة يتم التغلب عليها تقرب خطوة واحدة من هدفها كانت أسطورة أطلانتس على وشك أن تصبح حقيقة